قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم مدرب إسبانيا يعلق على اختيار إليس أخماش المغرب بدلا من ناروخ الصريقة بالمستدسة تطال فندق الويدات قبل موقعة الإياب أم مصاندونس بساعة قليلة نجم المنتخب المغربي بلا الخنوسية تعارض لهجوم صدم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار مدرب إسبانيا يعلق على اختيار إليس أخماش المغرب بدلا من ناروخ أكد سانتياغودينا مدرب المنتخب الإسباني تحت الواحد والعشرين سنة أن إليس أخماش لعب فريق فياريال الإسبانية وبرشالون السابقا قرر تمثيل المنتخب المغربي لأقل من ثلاث وعشرين سنة بعدما تدرج في الفئة العمرية لمنتخب الأروخ وكشف دينيا في ندوة صعفية عن رفض أخماش البقاء في صفوف المنتخب الإسباني حيث قال المدرب في ندوة صعفية إليس بعت لنا رسالة بأنه يريد لعب مع المغرب ونحن تقبلناها هذا وجه عصام الشرعي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأولمبي الدعوة للمهاجم البالغ من العمر 19 عاما للمشاركة في المعسكر التدريبي المقبل والذي ستواجه فيه العناصر الوطنية الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية في مباراة نوذيتين شهر نومبر الجاري استعداد لأولمبياد باريس الصرقة بالمسدسة تطال فندوق الويداد قبل موقعات الإياب أمام الصندونز بصاعات قليلة ذكر موقع لودخوة سونس وسونس بور أنه علم من مصادر مطلعة أن الفندوق الذي تقيم فيه مكوينة فارق الويداد رياضي لكرة القدم تعرض لحالة الصرقة بالمسدسات قبل صاعات من انطلاق المواجهات القوية بين النادي الأحمر وامام ملودي صندونز برسم إيابي نهاية الدورة الأفريقية ووضحت المصادر نفسها أن سائحة مقيمة بنفس فندوق باعتس الويداد تعرضت لصرقة سيارتها من أمام الفندوق بعدما هجمها أشخاص بمسدساتهم وضفت المصادر ذاتها أن مكوينة الويداد من لاعب وأطقم تقنية عاطف مع السائحة بعد حالة الرعب التي عاشتها وحاولوا تقديم المساعدة لها والتخفيف عنها تجدر الإشارة إلى أن إدارة الويداد رياضي قد قررت في وقت سابق تواجد شركة أمن خاصة من المغرب لتأمين رحلتها حيث دابت على ذلك خلال التنقلات خارج المغرب لتوفير كل سبل الراحة لللاعبين نجم المنتخب المغربي بلا الخنوسية تعارض لهجوم صدم طالت العنصرية نجم المنتخب المغربي من قبل مناصر فريق أوروبي وفتح مكتب المدعي العام للاتحاد البلجيك لكرة القدم تحقيقا في احتمال وجود إهانات عنصرية سمعت خلال مباراة أنتويرب وجينيك يوم السبت الماضي طالت النجم المغربي بلا الخنوس وفق المعلومات التي أوردتها آخر ساعتنا البلجيكية فإن من بين الشهود في القضية أحد المشجعين الذي أبلغ عن الحادث ويتوفر المدعي البلجيكي على تقرارين من حكم المباراة الذي أكد بدورها الواقعة التي كان ضحيتها لعب جينيك بلا الخنوس ويلتهى مجم هور أنتويرب بالإقدام على هذه التصرفة المنبودة التي أطلت على مرضى اللاعب المغربي في لقاء هزم فيه بثلاث أهداف موقع بلا هدفين شيبا مواجهة إندينوسيا ستكون الأصعب في المونديال حقق المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة نتيجة إيجابية عقب تفوقها على حساب منتخب باناما بهدفين للسفر في أول مباراة تخوضها كتيبة المدير الفني المغربي سعيد شيبا في إدار الجولة الأولى من نهائية كأس العلم المقام حاليا في دولة إندينوسيا في انتظار أن يواجه زملاء اللاعب محمد الحموني نظرهم منتخب الإكوادور الاثنين المقبل ثم ملاقات المنتخب الإنديونيسي صاحب الأرض في ثلاث مبارات برسم دور المجموعات وبحسب ما أكده مدرب المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة سعيد شيبا في تصريح لموقع العرب الجديد فإن مواجهة منتخب إندونيسيا قد تكون الأصعب في مجموعة منتخب المغرب وفي هذا الإطار تحدث قائلا مواجهة منتخب إندونيسيا أتوقعها صعبة لأننا سنواجه منتخبا يلعب على أرضه وأمام جمهورها وسيكون متحمسا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وغالبا ما تظهر المنتخبات التي تصدف أحداث رياضية كبرى رغبة في التألق أمام جماهيرها وتبع شيبا يجب علينا الحضر أكثر أمام منتخب إندونيسيا ينبغي أن نأخذ كامل الاحتياط ونحذر للمباراة بأفضل طريقة ممكنة وبكل جدية بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله وبخصوص عكاس تألق أصد الأطلس في مونديا القطر على أداء لعب المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة في مونديا الإندونيسيا ختم شيبا تألق المنتخب المغربي الأول في مونديا القطر رفع معنوية ممارس كرة القدم بصفة عامة في المغرب ومنح تقتل الرياضيين ككل وللعب الكرة خاصة وكسر عدة حواجز نفسية وأصبحنا ندرك أن تحقيق الإنجازات في تظاهرة الرياضية العالمية هو أمر ممكن وليس مستحيلا رقم يخيف ساندونس قبل مواجهة الويداد في إيابي نهائي الدور الأفريقية يأمل الويداد الرياضي في تكريس تفوقه في إيابي نهائي الدور الأفريقي على ماملودي ساندونس إذ سيتواجه الفريقان على ملعب لوفتوسفيرس في الدا الواقع في مدينة براتوريا فيما يبحث الفريق الجنوب الأفريقي عن تعويض خسارته بهدفين لواحد في مباراة الدهاب التي جمعتهم الأحد الماضي في الدار البيضاء وتفوق فريق الويداد الرياضي على ساندونس في ذهاب نهائي الدور الأفريقي لكرة القدم بفضل هدفي كل من ريفالدو كودزي بالخطأ في مرماها بينما كان يحاول إبعادة مرارة منتصر الاحتمال وأن استرغت من تصديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء فيما سجل الهدف الوحد للفريق الجنوب الأفريقي الدولي والمغربية عبد المنعيم بطويل من علامة الجزاء وأطح فريق الويداد الرياضي بساندونس في الوقت الذي استعصى على مجموعة كبيرة من الأندية المحلية والأفريقية هزم زملاء عبد المنعيم بطويل في 31 مباراة متتلية ونجح الويداد الرياضي في الإطاحة بدفاع ساندونس ذهابا بهدفين لواحد في الوقت الذي حفظ فيها الأخير على نظافة شباكه خلال المباراة الأربعة السابقة من مصابقة الدولة الأفريقية ويدرك رولاني مكوين مدرب ساندونس صعوبة مواجهات الويداد الأحدى المقبلة بعدما نجح في الإطاحة به في الوقت الذي عجز فيه 17 نديا عن تحقيق هذا الأمر علما أن مرماهي استقبلت هدفين أمام الفريق الأحمر في الوقت الذي استعصى على خط هجوم كل من بيترو أتليتيك الأونغورية والأهل المصري تسجيل ولو هدف واحد في مباراة دهب وإياب الدورين الماضيين من المؤسابقة المذكورة ويدرك رولاني مكوين مدرب ساندونس صعوبة مواجهات الويداد الأحدى المقبلة بعدما نجح في الإطاحة به في الوقت الذي عجز فيه 17 نديا عن تحقيق هذا الأمر علما أن مرماهي استقبلت هدفين أمام الفريق الأحمر في الوقت الذي استعصى على خط هجوم كل من بيترو أتليتيك الأونغورية والأهل المصري تسجيل ولو هدف واحد في مباراة دهب وإياب الدورين الماضيين من المؤسابقة المذكورة إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم مدرب إسبانيا يعلق على اختيار إليس أخو ماشا المغرب بدلا من ناروخا الصريقة بالمستدسة تطال فندق الويداد قبل موقعة الإياب أمام ساندونس بساعة قليلة نجم المنتخب المغربي بلا الخنوسية تعارض لهجوم صدم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار